عصر جديد يعيشه الشباب المصري بعد أن أصبح تمكينه اقتصادياً واجتماعياً هو أولى أولويات القيادة السياسية وتبدل الدولة جهوداً متنوعة لتمفيذ عملية التمكين من خلال البرامج والمبادرات والدورات التدريبية وإمداد الشباب بتمويل المادي والمعدات والدورات المتخصصة لتمفيذ مشروعاتهم ومنها برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي جهود كبيرة تقوم بها الدولة من أجل توفير فرص عمل للشباب تجعلهم قادرين على مواجهة متطلبات حياتهم اليومية من هنا يأتي أهمية برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي الذي تشرف عليه الحكومة لتوزيع مشروعات للشباب البرنامج يهدف إلى تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين في الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهي من الفئات المهمشة والتي تتلقى الدعم النقطي المشروط من برنامج تكافل وكرامة حاجة جيدة جدا أننا نمنح كل أسرة أو كل مستفيد من المستفدين مشروع نجيب له مستزمات الإنتاج بتاعته لا مش هنديله فلوس هنجيب له مستزمات الإنتاج للمشروع اللي هو اختاره بنفسه عشان يحط رجله على طريق التنمية تم اختيار 8 مشاريع كلها مشاريع متنوعة جدا والحمد لله في فضل الله دلنا ندخل الفرحة على 8 مشروعات بتمن أسر معيلة فكرة وهدف المشروع في الأول أنه لازم ينقل الناس من مرحلة الاحتياج لمرحلة الإنتاج أنهم يتحولوا يبقى منتجين ويبقى عندهم مشروعات تدر عليهم دخل ومستوى معيشة مرتفعة وفي احتفالية بمحافظة سوهاج تم تسليم المستفيدين من المرحلة الثانية للبرنامج وعددهم 67 مواطنا أجهزة ومعدات مختلفة لبدء مشروع اقتصادية المشروع بتاعي مطعم جابوا لي حجر وجابوا لي باترينة وجابوا لي قلاية وجابوا لي فول وزيت والقدرة كل هذا من مؤسسة مصر الخير بأشتغل حلاء والدمعية وفرت لي مشروع واستفدت بكرسي ومكان حلاء ومكان سشوار ومكان بخار وكريمات وكريمات حلاء وكل حاجة حلوة جيت هنا عشان استلم عدة المطعم من مؤسسة الخير التدامي الاجتماعي والحمد لله وفروا لي كل الاحتياجات الباترينة وحجر وفول وزيت وقدرة وكانت المرحلة الأولى لبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي قد استهدفت 75 مواطنا من مختلف مراكز محافظة سوهاج مستهدفة الفئات القادرة على العمل من خلال مساعدتها في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة وأكثر استقلالية